المختصر يسمى متن الأصول الثلاثة قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العبي خلقنا لنوحد الله لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد لا يدخل الجنة إلا موحد ثم ممكن أنت عندما تمشي في الشارع يسألك إنسان يقول هل أنت موحد إنسان يقول أحب كثير وكثير من أن الدرافة لعبادة إلا موحدة سبحانه وتعالى ثم قد يسألك أيضا يقول هل أنت مشرك تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك يقول لك ما هذا الشرك الذي حرم الله إذا كنت لا تعرف نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري عنه إذا أوجب الواجبات وأول الواجبات وأول علم هو التوحيد وأخطر شيء لابد الحذر منه هو الشرك ترجمة نانسي قنقر